باربرا وودورد ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة قالت المفاوضات اللي بتقودها مصر وقطر والولايات المتحدة هي الطريق الوحيد للحصول على المساعدات المطلوبة لسكان غزة ولإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين ومصدر فيها المستوى بيأكد استمرار مباحثات القاهرة بخصوص الهدنة في غزة وقال فيه مصاعب بتواجه المباحثات بس المباحثات لسه مستمرة كان فيه كلام بيتقال النهاردة أن المباحثات فشلت وأن المباحثات انهارت وأنها لن تستكمل ولكن الحقيقة من التصريحات اللي خرجت منها المسؤولين المصريين على وجه الخصوص أن المحادثات مستمرة وزي ما قلت لكم أنها بتواجه مشاكل في توقعي الشخصي وفي اعتقادي وده اللي أنا كنت شايفه فيه خلال الأيام اللي فاتت أنها تفضل حالة من حالات الضغط من كل من الطرفين وزي ما كان بيقول هنا الدكتور جهاد الحرازين أنها سياسة عض الأصابع كل طرف بيحاول يحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل قدر ممكن من الخسائر فبالتالي هتفضل الدنيا شغالة غالبا بالمنظر ده لحد ليلة رمضان أنا شخصيا وحضراتكم معايا بنتمنى جميعا أننا نوصل للتهدئة وإيقاف إطلاق النار دلوقتي قبل كمان ساعة مش النهاردة قبل بكرة